وبحسة كمان إنه التهويل من مواضيع معينة بيخلي الأطفال يحسوا طول عمرهم إنه إيه دا دي حاجة كبيرة أوي على فكرة دي بتبقى باب مشاكل نفسية لما بيجبره وخصوصا زي ما قلتلك تاني جزء التربية الجنسية لما بيجي أقول لإبني عيب كخ يع كل المسميات دي إبني الفكرة بتبقى في دماغه زي كورة التلج اللي بتبقى منحدرة على قمة جبل بتلاقيها هوية ناس اللي عمالها تجبر 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 فالموضوع بيبقى بالنسبة له كل ما بيجبر كل ما بيبقى عنده عزوف ناحية الحاجات دي فبنلاقي مشاكل نفسية عند مرحلة الشباب المقبنين على الزواج إنه مش عايز يتجاوزهم ليه علشان الحاجات دي عيب أو دي مؤرفة فبديهم إشارات ناحية أماكن خاصة في جسمهم إن هي لأ عيب وغلط ومؤرفة فبيبقى عنده عزوف عن العلاقة أصلا الحميمة اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها فأنا باخد بالي من أفعالي ومن كلامي ومن كمان تعبيرات وشي وأنا بوصف أو بتكلم مع الطفل في حاجة محتاج إن هي توصله ببساطة عن كده بل بالعكس أنا بقوله دي الأماكن الخاصة في جسمنا ودي أماكن غالية جدا ومهمة فأنت محتاج إن أنت تحافظ عليها زي بالظبط لما بيكون عندك هداية جميلة هل أنت بتبقى مشي توريها لكل الناس ولا بتبقى عايز توريها للناس المقربة جدا وابدأ أحصر له مين الناس المقربة؟ بابا؟ ماما؟ طب لو حد من الدرجة الثانية زي الدكتور مثلا لأ لما كون أنا موجودة معك مين اللي يقدر إن هو يعني ليه إن هو يكشف أماكن عورتك بس وانا كون موجودة فبالتالي إيه الفرق بيني وبين أختي؟ أنا هنا هدي مساحة لنقطة قبلها الخصوصية الأمهات اللي بتغير للأطفال قدام بعض إيه بني جالوا السؤال ده منين؟ لما شاف فبالتالي إيه الفرق؟ أنا هنا محتاجة إن أنا قبلها بخطوة إن أنا أحمي ده ممكن إن أنا ممكن تروح تجيب لي الحاجات بتاعت أختك عشان أنا أغير لها بعد إذنك أنا بحب إن أنت تساعدني قوي في الوقت ده أنا كون غيرت الحصاد تمام؟ ما فيش إن هما بيأخذوا شاور هما الاتنين مع بعض الفصل وما فيش إن هما الاتنين نايمين جنب بعض الفصل أوكي؟ وأفرقوا بينهم في المضاجة ما أنا مجيش أنا أستفز إبني بالأفكار دي وبعد كده لهم عليه أنت شفت حاجة؟ هو أنت بتتكلم إزيه؟ وتبدأ فيه أمهات بتجيل في مشاكل تقوله ما بقعدهمش يلعبوا مع بعض بخيف لأنه بدأ أنه يسأل فمعنى كده أنه بدأ ممكن يستكشفها لا يا فندم لا يا فندم أنت المنع بيعمل شرح ناحية الاستكشف أكتر والفضول بعض الأفكار بتبقى ساعات متطرفة جدا نتيجة طبعا الإنفتاح الزيد قوي على الثقافات مختلفة صحيح فللأسف للأسف بقت بتدخل لنا إحنا بما لا يتناسب مع دينا ولا تقفتنا النهاردة إزاي أرد على الأسئلة دي أو النوع ده من الأسئلة لما حس أن حاجة متطرفة قوي تستفزني أنا كشخص أني حس أنه إزاي ابني بيسألني السؤال ده إزاي أسيطر على أعصابي ورد على الأفكار اللي ممكن تبقى متطرفة طيب خلينا نقول برضو مثال عشان نرد على أكثر حاجة تطرفة يعني وهي فكرة أن دلوقتي بقى فيه في أغلب الكارتونز فيه يعني انتشار كبير للمثلية ودعوة مفتوحة لوجود الألوان الخاصة بالاضطراب ده ندي الحاجات لمسامياتها الصحيحة فإبني بدأ يعتد على وجود الألوان لدرجة أن فيه أطفال ما بقيتش تشوفوا أنه قوس قزح بقيت تشوف أن ده العلم الخاص بالفئة دي وبدأوا أنهما يقولوا أنا شفته في الكارتون الفلاني أو الكارتون العلاني ننتبه للمحتوى اللي بيتفرج عليه ابني ولو حصل إيه أنا همحز في القنوات أو هقوله ده مش مصرح بي ده رقم واحد ده رقم اتنين أنا محتاجة أن أنا أقول لابني إيه الفطرة السليمة اللي ربنا سبحانه وتعالى فطرنا عليها والفطرة السليمة بتقول أن الراجل بيبقى مع الست والتنين هما اللي بيقدروا أن هما يحبوا بعض ويكونوا فيه بعد كده علاقة ربنا سبحانه وتعالى موافق عليه ومشراحة بخلاف كده لا دي علاقة غلط وربنا سبحانه وتعالى نهى عنها تماما وليه عقوبة عند ربنا طب ليه يا ماما؟ ما أنا مش هبدأ أقوله كده وهسكت لا ليه يا ماما؟ علشان ده يا حبيبي غلط الفطرة اللي ربنا فطرنا عليها لما بنخرج عنها ربنا إدانا أوامر زي بالضبط الصوم والصلاة الحاجات دي أساسيات ودي حاجة أساسية منها فلما بييجي الإنسان يشز عنها ويخرج عن المألوف ويروح في المكان ده نهيك طبعا عن الأمراض وإن دي علاقة مش هيأتي من وراها ثمار زي إنه بقى فيه إنجاب فكل حاجات دي غلط وربنا ما بعدناش عن حاجة إلا وهي فيها ضرر لنا إحنا فهنا إيه بني هيحترم الكلام معي؟ ومنين ما تشوف؟ سواء بقى أنا بعد ما حزفت فيه حد من صحابه في المدرسة بيتكلم أوكي فيه مثلا كارتون أو فيه حاجة شافة على السوشيال ميديا من تيدلوتي مش بس التلفزيون ترجمة نانسي قنقر